للمتابعة مشاهدين ينضم إلينا من بغداد مراسل الغد مصطفى القطان مصطفى أين وصلت عملية أسود الجزيرة والنتائج المعلنة لها حتى الآن؟ نعم حازم يعني هذه العملية التي انطلقت قبل يومين لا تزال مستمرة في مناطق التي خصصت لها جغرافيا وهي تربط ثلاث محافظات وبتزام في المحافظات الثلاثة وهي طبعا شمال محافظة الأنبار جنوب الموصل وغرب صلاح الدين من أجل تطهير مناطق يعتقد أن تنظيم داعش قد يستخدمها كمخابئ من أجل التخطيط لشن هجمات في داخل المدن العراقية وهذه العملية لها أهمية كبيرة بحسب القادة العسكريين الأمنين في العراق باعتبارها عملية استباقية تهدف إلى ضرب تنظيم داعش قبل تخطيطه لهجمات تستهدف المناطق المؤهولة بالسكان وربما المراكز المدن في العراق الآن العملية تتزال مستمرة هناك قوات مشتركة من الحجز الشعبي وقوات الأمن العراقية تقوم بتمشيط مناطق في منطقة جنوب القائم وأيضا في مناطق أخرى جنوب سامراء بناء على معلمات استخبارية توفرت لدى هذه القوات من وجود عناصر تنظيم داعش يخططون القيام بتحركات خلال الأيام المقبلة هذه العمليات في محافظات الثلاثة الأنبار صلاح الدين ونينوى تكون هناك أيضا عمليات أخرى في محافظة ديالة بالتزامن معها باعتبار أن ديالة هي الأخرى كانت ربما محط أنظار تنظيم داعش ومسرحا للكثير من العمليات في هذه المنطقة اليوم أيضا قوات من القوات الأمنية وبناء على معلمات استخبارية تحركت في مناطق شرق ديالة وقامت بقاتل أربع ناصر من تنظيم داعش وتدمير ثلاث أوكار لهم بحسب خلية الإعلام الأمني حازم مصطفى أهمية أن يتم تنفيذ عمليات جديدة في المناطق الصحراوية في جنوب قضاء القائم بمحافظة الأنبار وأيضا من ناحية أخرى مثلث الموت وما يطلق عليه هذا المصطلح بين محافظة نينة والأنبار وصلاح الدين هذا من ناحية من ناحية أخرى هل هناك معلومات عن المدة الزمنية لهذه العملية؟ يعني حازم كما يعلم الكثيرون هذه المنطقة منطقة صحراوية واسعة جغرافيا تقع بمحاذاة الحدود السورية العراقية وهي منطقة تعتبر نشطة لعمليات تسلل لعناصر تنظيم داعش ويستخدمون هناك ممرات للانتقال بين سوريا والعراق وتنفيذ عملياتهم وبعد ذلك يلوذون بالفرار بالتالي العملية العسكرية هذه تكون أهميتها في هذه النقطة تحاول القوات العراقية الحفاظ على زخمها في هذه المناطق باعتبار أن تقويض عمل تنظيم داعش في هذه المناطق سوف يقوض العمليات الأخرى التي يخلط لها التنظيم في الداخل العراقي وبالتالي انتهاء هذه العمليات تكون مربوط ومرهون بالتأكيد بتحقيق أهدافها تمشيط ومسح مناطق الصحراوية وربما تغطيط مناطق جغرافية من قبل قوات العراقية بعد ذلك ربما تعلن النتاج النهاية أو مدة انتهاء هذه العمليات أشكرك جزيلا شكر مراسل الغد مصف القطان كنت معنا من بغداد